الله يصبحكم بالخير بعض الأحيان نرسل موقعنا في الواتساب وما يكون بشكل دقيق مثال لو كنت في هذه المنطقة الآن فاللي برسله موقعي ما يدري هو أنا في هالبناية أو هذه أو علي مين فكيف أقدر أرسل بشكل دقيق عشان ما أتوه اللي أرسله ويجيني بشكل صحيح أول خطوة نسويها لمشاركة الموقع مباشرة إذا طلعت لك الخريطة هذا الخط الصغير هذا تسحب التحت بيطلع دبوس هذه أول خطوة تسويها هذا هو دبوس والخطوة الثانية هذه علامة التعجب نضغط عليها ونحول إلى قمر صناعي عشان البنايات والموقع اللي تشوفها تعرفها كصورة بعد كذا حرك الدبوس هذا هو اللي بيرسل الموقع لو أرسل هنا راح في البناية هذه فكذا تشوفها كصورة وتعرف معالم الخريطة وتحدد بهذا الشكل حتى بغاء على الشارع هذا ولا هذا الشارع على نفس المبنى حتى كذا وهذا اللي نرسله كذا يرسل عنوام